اتفاق الحبوب معنا من انقرة مرسلون احمد غنام حول الجهود التركية لتمديد اتفاق الحبوب احمد هل من مؤشرات على ان هذا الاتفاق يمكن ان يمدد بجهود تركية نعم ريما ربما الانقرة تعول على العلاقة بين الرئيسين التركي والروسي لكن بعقب زيارة الرئيس الاوكراني الى اسطنبول قبل عدة ايام وثم حينما اخذ مقاتل ازوف معه الى اوكرانيا وهذا ما ازعج الجانب الروسي ربما ان صح القول بدأت هناك التصريحات المتململة من الجانب الروسي جراء هذا العمل الذي قامت به انقرة دون المراجعة موسكو فبالتالي ربما ان صح القول هنا نتحدث عن جمود في العلاقة الان بين موسكو وانقرة واليوم الحديث الرئيس التركي قبيل توجهه الى لتوانيا من اجل المشاركة في اجتماع حلف الناتو قال باننا ننتظر زيارة الرئيس الروسي في الشهر اوستوس المقبل شهر المقبل فبالتالي هناك ربما ان صح القول عدم التيقن من الجانب التركي حتى اللحظة لزيارة الرئيس الروسي الى تركيا وان لم يأتي الرئيس الروسي الى تركيا هذا يعني انه ستكون هناك العلاقة ربما ليست جيدة بين كلا البلدين بين روسيا وتركيا فبالتالي ربما تمديد اتفاقية الحبوب سيكون متعثرا امام الاطراف الدبلوماسية وخاصة الجهود التركية من اجل تمديده واقناع كلا الطرفين الروسي والاوكراني حول هذه الاتفاقية لكن اليوم من خلال تصريحات الرئيس التركي حينما نقرأ هذه التصريحات نجد ريمة بان الرئيس التركي لا يزال يعول على مزيد من الانفراجة في العلاقة الروسية التركية وانه بامكانه ان يقنع الجانب الروسي او الرئيس الروسي فلاديبر بوتين بتمديد اتفاقية الحبوب وعليه كان هناك اتصال بين وزيري الخارجية التركي والروسي قبل يومين من اجل بحث ملف تمديد الحبوب شكرا جزيلا لك احمد غنام من انقرة